خلينا نشوف بهذا الفيديو توقعات برج الجديد أول شي خلينا نشوف طاقتك والأمور اللي عم بتركز عليها أكتر هاي الفترة عم تشغل تفكيرك طاقتك طاقتك كيف عم بتكون عم تتخذ قرارات كتير يا برج الجديد في هاي الفترة وعم تتسرع جدا في القرارات بدك تغير الواقع يعني بشكل زي ما بقوله غصمنا عن الدنيا فعم بشوفك عم بتحاول تصنع قرارات تغير حياتك تغير شخصيتك تغير حتى الأشخاص اللي حواليك بدك تعمل تغيير كامل وشامل حواليك فطاقتك رايحة على هذا الموضوع هاي الفترة خلينا نشوف برج الجديد في الفترة هاي كيف عم بيكون الورق ان شاء الله يكون الورق إيجابي كان عندك سفر بتوقع زايت السنة كان في عندك مؤامرات كان في عندك شغلات كتير كان عندك مشاكل عاطفية ان شاء الله الورق يكون إيجابي وخالي من هاي الأمور بس السفر كان مصلحتك لبعض الجدي يعني لبعض موليد الجدي اللي سافروا وانا بعرف ناس كتير جدي يعني سافروا كان السفر خير لقلهم يعني انبسطوا في هاي الخطوة هاد الكارت تقريبا نطلع لي بكل الأبراش هاد على الفكرة يعني ورعتك انت برجك انت يا جدي في الطاقات اكتريتها الواضحة في عندك دلو في عندك الجدي نفس برجك يمكن عم بتتعامل مع شخص آخر من نفس البرج في حوت في طاقات ترابية عم بتبين طاقات هوائية اكتر شي نارية اسوأ اشي يعني ما اعرف كيف خلص خلينا نحكي بعدين مش هلا رح يكون في عندك قلنا كان في عندك مؤامرة بالفترة الماضية وانا شفت يعني بالأشهر الماضية عن جد كان في عندك مؤامرات عم تحاك ضدك يا برج الجدي ولكن عم بتعود اليك الحق شوي شوي عم بتستعيد قوتك شوي شوي فيه انتصارات بطيئة صحيح ولكن عندك انتصارات على هدول الاشخاص عندك تعويضات في اماكن اخرى شايف سفر بامتياز سفر يعني عم بتفكر بسفر بشكل جدي للي لسه ما سفر من برج الجدي عم بفكر وفعلا هاي الفترة عم بتكون فيه فرصة حلوة للسفر شايفة في عندك ادكشن معين يمكن في عندك ادمان معين ممكن ادمان على حب شخص ممكن ادمان من اي نوع عم بتحاول تنهي هاي الفترة وممكن يكون طاقة سلبية اللي هي سحر حسد عين ممكن تكون موجودة عندك فعم بشوفك يعني لسه ما بلجتي يمكن انه تستجفي منها او لسه ما جابت النتيجة المرادة المراد تبعك لسه ما حصلت عليه شايفة فيه مشروع جديد مكتوب له النجاح حب جديد مكتوب له النجاح او رجوع حب قديم بشكل جديد برضو مكتوب له النجاح في عندك اكتر من نجاح هاي الفترة عن يعني على اكتر من صعيد على اكتر من من ناحية شايفة وفرة مالية كبيرة جدا وسعادة عاطفية يعني وفرة من الناحيتين من ناحية العاطفية ومن ناحية المادية شايفة الازواج من ابراج برج الجدي من بعد انفصال او من بعد برود من بعد عم برجعوا لبعض حتى الاحبة يعني مو شرط كمان بس المتزوجين عم بشوف الشريك اه يعني اه كان فيه امور بينك وبينه اه تدعو للخوف او تدعو اه شوي كان الشخص المقابل كان عم يستغلك نوعا ما عم بيحاول انه اه يستنزفك وما يقدم شي للعلاقة يعني انت كنت تقدم كتير الطرف التاني ما عم يقدم كان كتير لكن عم تنعكس الامور شايفة اه شايفيته هذا الشخص شوي يعني مش ملعب يعني في عنده شوية حركات عشان هيك انت عم بتكون شوي حزين حتى مع الرجوع حتى مع اه تطور مع انك بتحبه كتير وهو بيحبك كتير لكن هاي الامور فيه اه اه لا ارادية هو يعني هو طبعه هيك مش مش عم بي مش عم بيختلق الامور او هو لا ارادية هذا هذا طبعه هذا الشخص عم بتكون عنده علاقات عم بتكون عنده اه القراءات طبعا ممكن تكون عكسية العاطفية لما نحكي عن العاطفة اه عم بشوفك بتترك اه مكان اما مسكن بتروح لما مسكن جديد او عمل لعمل جديد اه شايفي هذا الموضوع رح يتم على نجاح شايفي عندك بعض الطاقات السلبية او بعض الاشخاص اللي كانوا قلتلك كانوا عم بيحيكوا اه خلينا نقول اه عم بيحكوا من وراك عم بيحيكوا مؤامرات اه ضدك شايفي فيقلهم نهاية قريبة جدا اه شايفي روحانياتك عم بتزيد معي الوقت عم بتحاول تنمي روحانياتك في هاي اه الفترة وهذا افضل اشي بالنسبة اليك للا حتى تتخلص من هاي الطاقات السلبية او من هدول الاشخاص اه خلينا نفتح اكتر على العاطفة هون كمان بينات الطاقات السلبية في طرف تالت عم بيحاول يعمل طاقات سلبية للكم بالنسبة للعلاقة العاطفية برضو الكرت الثاني نفس الشي احيانا عم بتحسوا حالكم حزينين اه بلا سبب نتيجة هاي الطاقات اللي قلنا عليها اه في طاقة ثلاثية عم تتلاشى مع الوقت عم بيكون عندك استشفاء وعم بتكون اه بكامل حيويتك على نهاية هاي الفترة اه واحد منكم عم بيقدم اعتزار عم بيقدم اه تنازلات عم بيقدم شغلة اه جدا رائعة للاخر القراءات ممكن تكون عكسية عشان هيك انا بقول يا انت يا هو اه عم يحصل عليك من بعد ما فقدك وعم تحصل عليه من بعد ما فقدت هذا اه الشخص رح يقدم لك اكتر من شغلة اه اكتر من اثبات اكتر من دليل انه هو تغير هذا الشخص اه وعم بشوف فيه امنية كبيرة حلوة من ناحية خلينا نقول العاطفة رح تتحقق اما عودة حبيب اما زواج من هذا الشخص اما شخص جديد اما يعني في اه في امنية عندك على الصعيد العاطفي رح تتحقق اه شايفة في وفرة مالية رح تلحق هذا الارتباط او رح يكون عند الشريك وفرة ما انت وجهك رح يكون حلو عليه خلينا نقول بشكل اه عام اه شايفتلك الامور العاطفية كتير حلوة طيب في عنا تحذيرات او شي معين ممكن اه نحكي اه شايفة شوية بعد اه يعني روحانياتك عم بتقل هاي الفترة الفترة الماضية كانت شوي قليلة كان اهتمامك يمكن بالعمل اكتر بالعاطفة اكتر عم تبعد شوي عن الروحانيات عن قراءة يمكن القرآن عن الصلوات عن اي شيء الو علاقة بالروحانيات اه فبيقولك مثل متل تحذير لانه الكرت طلع يعني مقلوب اه كتحذير يعني بيقولك لا ارجع قرب من ربنا وارجع قدم الصلوات والدعوات وكذا وارجع كمان استشفي من الامور اللي قلنا عنها نشوف عقلك الباطن هاي الفترة اه بشو عم بيكون معلق بتركيزك اكتر شيء اه شوف في تحديات كتير اه ولكن كلاياتها متل اه رح تحاول تلاقي لها حلول وخاصة في العلاقة العاطفية اه كلاياتها شوف قدش هي كتيرة الاختلافات بينك وبين الشريك اه ممكن اختلافات في اللغة في الدين في المكان ما بعرف اه بالاعمار اه كل الفروقات اه شوي شوي رح تتقلص وشوي شوي ما رح تشوفها شوف هي لونها اسود والباكراوند اسود ما عم نشوفها اصلا فا اه عم بتحاول تعمل هذا الاشي اه شايفيت لك هون انه الطاقة السلبية عم بتركز اكتر هاي الفترة على الاستشفاء منها وفعلا عم بتطاير اه يعني وحدة وحدة المشاعر السلبية او الطاقات السلبية رح تعمل لها ريليز رح تطلقها من طاقتك وما رح تكون موجودة في الفترة القادمة فشي خلو كتير تركيزك رح يكون نشوف كمان اه نصائح او بقولك سرخ زي الاطفال يعني خلاص بكفي جمود بكفي انه ما تعبر عن مشاعرك انت شخص ما بتعبر ابدا عن مشاعرك بتظلك كاتم جواتك اه الظاهر عندك اه غي بت بتحاول من خوفك اه مش من خوفك اه من من عدم امانك للاشخاص بتتحاول انه اه تخبي المشاعر اللي عندك اياها فبيقولك لا بالعكس تسرخ تسرخ مع سعادة علشان هادا الاشي يعني بيفيدك انت اول واحد اه بيطلع طاقات سلبية منك اه خليك على طبيعتك مات كتير تعيش دور اللي هو الانسان القوي كتير والرسمي واللي مش عارف ايش وهذا احنا بنعرف برج الجدي يعني كتير بتمسك بقوته بيحاول يرسم اه شخصية صارمة جدا قدام الناس وكذا بيقولك لا ارجع ارجع عادي يعني الحياة اسهل من هيك واحلى من هيك كتير اه فبيقولك ارجع مثل الاطفال شوف كمان نصيحة لبرش الجدي اه ها حلو اه بينصحك بانك تعطي اكتر هو انت فعلا بتعطي من مالك صدقات ولكن بيقولك ركز على الصدقات هاي الفترة اكتر يمكن عشان طاقات سلبية ويمكن عشان اسباب اخرى المهم بيقولك انه اه واساسا في قوانين الطاقة الكونية او في قانون الجذب انت لما تعطي اه هذا الاشي بيرتدلك باضعاف الاضعاف فيعني بالعكس الواحد بيعطي وبيتصدق وكذا واساسا برج الجدي معروف انه بهذا الموضوع بالعطاء فبس بنصحك بهذا الموضوع حبايدي برجع اشوفكم بالفيديو الجاي اشتركوا في القناة